مساء الجمال عايز اكلمكوا سريعا على نجوم المباراة الزمالك والمصري طبعا عايز اكلمكوا على الاسوأ لقطة السيئة جدا بتاعت ساسي لسه والله يعني شايف فيديو من شوية رئيس نادي زمالك مرتضى منصور بعمل مدخلة تقريبا على قناة الزمالك مدخلة بس انا سمع صوته يعني الصوت انا سمعه محدش حكاة للموضوع يعني وهو بيقول على الحكم مش عارف ماتش اي حكم بيهرج مع مصطفى محمد بيعمل له كده في وش يعني فرئيس نادي الزمالك مرتضى منصور قالك انا عملت قلت تعليمات للعيب الزمالك الحكم اللي حط ايده عليك حط صبعك في عينيه انا مش مصدق والله بقى امانة والله مش مصدق يعني رئيس نادي ونادي الزمالك يجتمع مع اللعيبة يقول لهم الحكم يعني بالعربي كده الحكم اللي ما يعجبكش يعني حط صبعك في عينيه دي كرة دي رياضة يعني مش عارف وبعدين يجي اللعب النهاردة ساسي وبعد كده اعمل هو مدخل انا سمحها برضو النهاردة يقول لك انا هعجبه هعجبه طبعا انت يعني مش عارف احنا مين اللي بيحاسب مين الله هو اعلم بقى المهم عجبني ادارة المباراة لباتشيكو بصراحة باتشيكو عامل ادارة للمباراة لان طبعا اي مدير فني بيكون ربنا يكون في عونه ان يضطرد منه لاعب بعد ثلاثين ديئة فمتحيق لي اه انها انا ما عارفش الوقت يقديه بزبطه اللي اضطرد بس في الوقت ده ان النات زمالك يلعب كامل ساعة كاملة ونادي المصري واقف على رجله وعلي مهر اه ما ننكرش ننقل المصري نقلة تانية مش عايز مش عايزك تشوف المباراة النهاردة مباراة مصردة زمالك والزمالك نقص واحد مش عايزك تشوفها كده انا عايزك تشوف المصري دلوقتي عامل زي اداء وكان قبل كده عامل ازاي المصري اتحسن كتير لكن المهاجمين مش فيقين مهاجمين اللي راجع من اصابة سنين طويلة واللي راجع مستوى مش قد كده فلسه لسه يعني محتاجين مهاجمين يعني ان شاء الله يعني هيبعد عن الهبطة والاسمعيل بإذن الله اه عجبني احمد مسعود حارس المصري رائع عمر موسى قائد في منتهى الجمال كورة وقيادة وتواجد تحس بيه تحس بيه في الملعب عمر موسى زي ما قلت باتشيكو يعني هو بصراحة عمل توازن خروج كاسونجو ما تحسش بقى اللي زملك بقى ناقص واحد نص ملعب ملاب بإمام عشور وإسلام جابر اللي هم لعبة مميزة وبشكر إسلام جابر على أداءه الرائع جوكر راجل مرة إيه لعب طرف مهاجم وإلعب دفندر وإلعب بليميكر وبيلعب بك شمال لا لا رائع رائع لأنك بتلاقيه أولا ما تلاقيهش إيه علامة سيئة أو مثلا نقطة ضعف لا بيقد كويس مش لازم يبقى نجم المباراة لكن هو كفاية أداءه ده عندنا هو نجم من نجم المباراة لأن مش عامل عيب للفرق ما تحسش نص الملعب النهاردة إزاي عاملك مثلا كان مفتوح لا ما فيش حاجة جات جمدة على المساكين أبو جبل طبعا يبقى هو نقطة التحول أنقص كورتين واحدة في الشوت الأولاني اللي طلحها كورنا واحدة في الشوت الثاني اللي هي من كمال عبد الواحد لا يعني بصراحة رائع أبو جبل حزم كان كويس جدا ناحية اليمين ثابت في الحتة دي كويس أحسن طبعا ما عبد الله جمعة الناحية التانية والوينش كان مميز النهاردة شال جون مليون في المئة بسدره ومكتهد وكل حاجة لكن هو الاندفاع بتاعه والبصل غلط النهاردة قطع كورة قد يا ولد يا وينش رحمة بصية للفريق المصري زي ما قلت لكم زيزو أوباما كان ليهم عامل كبير جدا في النص التاني زيزو بتحرقاته الغير طبيعية قوي جدا في تحرقاته لكن زيزو بيلعب لما بيفكر في نفسه شوية بيبقى شكل وحش بيفضل يعق في الكورة عايز هو اليني طب بيعملها سهلة للجنبك يجيب جون مش مشكلة وهنسقف لك برضو في واحدة قطع بها كده الجولة وعملها الناحية التانية على اليمين الراجل يجيب جون مرتاح فادل يعق فيها لغاية ما تقطعت منه لما بيقان ينزيزو بيبقى مشكلة لكن هو برغم أننياته دي النهاردة لكن مهم جدا في الفريق بيجري ومجهود وطاقة وزي الأسد ما شاء الله وأوباما مش وحش وأوباما حسيت بيه من أول دي بصراحة بيعمل وانتوهات بتطلع منه الكورة سليمة مفيش القعوب مفيش الدلع يعني بيختفي شوية بس لا أنا شايف أنه هو النهاردة يعني أحسن فترة من الفترات الأخيرة طبعا يعني أحسن شوية من الفترات الأخيرة اشتركوا في القناة واعمل لايك للفيديو وأشكركم على المتابعة شكرا